قد أغلق باب المغاربة بعد أربع ساعات قد تاحت فيها الشرطة الإسرائيلية وسلطات الإسرائيلية أمام المقتحمين لليوم الثالث في عيد الفصح اليهودي لاختحام باحات المجد الأقصى ألف ومائة وثمانية وعشرون مقتحما متطرفا اختحموا باحات المجد الأقصى من باب المغاربة الذي فتح عند الساعة السابعة والنصف وأغلق عند الساعة الحادي عشر والنصف بالتوقيت المحلي وقاموا المستوطنون بجولات استفزازية من باب المغاربة حتى باب السلسلة من ضمن ذلك كان هناك محاولات لأداء صلوات العلنية التلمودية أمام المصلين ذلك كله يجري بحماية قوات الاحتلال المدججة بالسلاح والتي تمنع المصلين من الوصول أو الاقتراب إلى مسارات الاقتحام التي تجرى وتنفذ بدفوعات ومجموعات لمقتحمين يستجلب المقتحمون المستوطنون عبر الحافلات من الضفة الغربية المحتلة وكذلك الأمر من البؤر الاستيطانية في مدينة القدس وذلك بدعوة من الجمعيات الاستيطانية التي تدعى بجماعات الهيكل المزعوم هذه الجماعات تسعى بشكل مجاهر منذ سنوات إلى تقسيم المسجد زمنيا ومكانيا وفرض السيطرة على الميادين الفلسطينية أو المناطق الفلسطينية في مدينة القدس وهذا ما يحبذه أو يسانده أيضا وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن كفير الذي سربت التقارير الإسرائيلية بأنه لديه خطة مدروسة ومعدة مسبقا لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي وتغيير الأوقات أو تخصيص أوقات لصلوات المستوطنين الإسرائيليين في رحاب المسجد الأقصى وفي باحاته وهذا ما يتخوف منه الفلسطينيون بأن تمرر هذه المخططات في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة وفرض إجراءات عسكرية على المدينة المحتلة نحن نتحدث عن إجراءات تتمثل بنشر السواتر المعدنية ومنع وعرقلة الفلسطينيين في الوصول إلى باحات المسجد الأقصى لتأدية الصلوات وخاصة صلاة الجمعة منذ السابع من أكتوبر كان هناك هذه المحاولات لتمرير هذه المخططات وتشفيف باحات المسجد الأقصى من المصلين لكن ما هو منتهج من سلطات الإسرائيلية وذلك تساقا بأسنوات السابقة واستغلال الأعياد اليهودية لتصدير مشهد الاقتحامات في باحات المسجد الأقصى في مسعى لتمرير هذه المخططات واستفزاز المصلين والفلسطينيين في المدينة المحتلة هذه الأحداث تأتي وتخصص لها ثلاثة ألاف عنصر شرطي من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود وهي وحدة نصف عسكرية تتبع للجيش الإسرائيلي وتحت إمرة الشرطة الإسرائيلية وتقوم بالاعتداء على المصلين، إبعاد المرابطين، إبعاد الصحفيين الذين يوثقون الأحداث عبر هواتفهم النقالة وذلك منعا من قبل السلطات الإسرائيلية لإدخال جهزة البث والكاميرات إلى باحات المسجد الأقصى وهذا بطبيعة الحال يعكس التخوف الإسرائيلي من عكس الصورة إلى العالم لما يحدث في باحات المسجد الأقصى من انتهاكات للمستوطنين والشرطة الإسرائيلية التي تقوم بالتدخيق بالهويات واستهداف فئة الشبان التي تتخوف من أن تقوم بمظاهرات داخل الباحات والتحاما مع الفلسطينين ومعاناتهم في قطاع غزة بعد حرب ما زالت مستمرة حتى اليوم يذكر بأن هذه الحرب قد انطلقت بسبب الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية من ضمنها اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المستمرة وسمي هجوم السابع من أكتوبر من قبل حركة حماس بطوفان الأقصى لذلك هناك محاولة مستمرة من المستوطنين ومن السلطات الإسرائيلية إلى تعزيز صورة الاختحامات في باحات المسجد الأقصى وذلك لتبديد نجاح هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر لذلك إن كانت السياسات الإسرائيلية تؤرق مضاجع الفلسطينيين في سابق الأيام منذ السابع من أكتوبر بدأت هذه السياسات تزداد حدة في المدينة المحتلة وذلك يتمثل بالحواجز الشرطية استهداف الفلسطينيين بإبعادهم عن باحات المسجد الأقصى تدقيق بالهويات بشكل مكثف تمرير وتحرير مخالفات للمركبات في المدينة المحتلة وهذا من شأنه أن يتصاعد ويزداد حدة خلال الأيام القادمة لكن اليوم العين شاخصة نحو ما يدعى بمباركة الكهنة هو اليوم الثالث من عيد الفصح اليهودي الذي تستغله الجمعيات الاستيطانية وكذلك الأمر السلطات الإسرائيلية أو بحماية السلطات الإسرائيلية لإمكانية تقديم القرابين أو محاولة المستوطنين إلى تقديم القرابين خفية عن أعين الشرطة الإسرائيلية وقد شهدنا خلال الأيام السابقة ورصدنا محاولات من المستوطنين القادمين من الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات الواقعة هناك على أراضي فلسطينية إدخال القرابين عن طريق عربات الأطفال أو بكراتين خفية عن أنظار الشرطة الإسرائيلية